موسيقى نجيب لمصر شو كبير زي ده وبالذات بعد كمان جائحة كورونا فده يأكد على كمان قوة وسيطرة الحكومة المصرية على الوضع في ظل جائحة كورونا ورأسكم للتنمية مهتمية جدا بالفعاليات الكبيرة اللي تخدم الوجهات بتاعتها وكمان بتخدم الاقتصاد والساحة المصرية ففجونا حنفضل بنكمل على ده وفي مكادي آيتس كمان احنا عملنا الرالي من سنتين قبل الكورونا وبعد كده عملنا اول بطولة للهواء لخورة القدم وكان فيه مشاركين اعداد كبيرة جدا الحمد لله دلوقتي عاملين ماسترزوف ديت اكبر شو في العالم في الموتو سايكل فريستايل وفي نفس الوقت كمان اعلن على اول مهرجان اعلامي هيحصل للموسيقى في مكادي آيتس كمان وبنجهز لفعاليات اكبر وبكتير كلها فعاليات كبيرة تخدم السياحة وتجيب لنا ناس مكنتش مصر على الرادار بتاعتهم وبتؤكد كمان على قوة الشركة ان احنا نقدر ننظم فعاليات كبيرة زي مصر وزوف ديت احنا تواصلنا مع محافظة البحر الاحمر وزارة الشياب والرياضة وزارة السياحة هي تنشيط السياحة وقدمو لنا كل الدعم من اول يوم واي حاجة كيف يتوقف قدامنا بكوننا بنرجع لهم وهم بيسهلوا كل حاجة لان هما في الاخر عاوزين الشو ينجح عايشان ده بيؤكد على قوة الدولة في الاخر فاحنا جزء من الدولة واحنا ماشيين بناء على استراتيجية اكبر للدولة فاحنا جزء من الخطة مش مش اكتر وهم بيقدمونا كل كل الدعم وكمان كلمنا المهندسة امل مبادة رئيس النادي المصري العاقات الزهنية وقلنا لها احنا شوفنا السادة الرئيس مهتم جدا بشراب ذوي الهمم وكان في حملة اسمها قدرون باختلاف واحنا نفسنا ان هما كمان يجوا يحضروا الشو دي حاجة هتساعدهم جدا ويجوا عضوا يومين في مكادي هايتس ويستمتعوا بالشمس وبالبحر وبالجل كويس وفعلا على طول استجابة وعلى طول جم وحيحضروا معنا النهاردة الشو اشتركوا في القناة